السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مستر علي النهاردة ان شاء الله هنراكع قواعد الوحدة التانية المضارع التام والمضارع التام المستمعين والفارق ما بين المضارع التام والماضي البسيط تكوين زمن المضارع التام اللي هنبدأ به هنبدأ بالاكتف والباسف مبني معلوم مبني وجهول وإحنا اتفقنا نازل نركز على اتنين عشان في الامتحان ممكن يجيب لك الباسف اللي طبعا كل الناس مركز على الاكتف اكتر بالزاد في ترتيب الاحداث لو قالك ماضي تام هتقول اه ماضي تام اهو حدث اول وممكن يكون فيه اتنين ماضي تام في الاختيارات وممكن يكون فيه ثلاثة واحدة منفية واحدة مسبتة واحدة من المجول اذا يا شباب احنا عايزين نبقوا فاهمين احنا قلنا شعارنا ايه؟ شعارنا ان القواعد لازم تصب في مصلحة المعنى رقم واحد لان دي لغة تمام؟ مش عايزين نبقى حافظة بس طيب تكوين المضارع التام في الجملة المسبتة هاف وهاز وتصريف تارت الجملة المنفية هاف انت هاز انت تصريف تارت السؤال بنعمل انفرجن اللي هو المقص هاف وهاز بتسبق الفعل زي الجملة دي مثلا هاز تيكن تبقى هاز هي تيكن وخلي بالك هنا مش هنقول مصدر ما فيش مصدر بقى في الزمن ده ليه؟ لما نقول مثلا جملة اولياكم في الماضي البسيط مثلا هي تك سؤالها ايه؟ ديد هي تيك ليه في الحالة دي ان رجعت مصدر عشان ديد طلعت من تك لكن هنا بقى تيكن ما خدناش منها حاجة هي موجودة اصلا في الجملة وفي قبلها فعل مساعد يا اهلا ومرحب به هو اللي هيساعدنا في تكوين السؤال خلاص مش هجيب حاجة من نخي ولا دو ولا دز ولا دد اللي هي بتخلي ايه مصدر طيب المبنى المجهول بضيف بين لكل اللي عدى في النص تمام؟ وضحت طبعا بنبدأ دايما بنائب ايه؟ الفاعل فنقول مثلا لم يتم تسليمه بعد الاستخدام الرئيسي للمضارع التام اللي هو حدث انتهى وما ذال له اثر او تأثير في الحاضر تمام؟ وممكن رقم اتنين دي يبقى نفس المعنى رقم واحد يعني اللي التعبير عن احداث انتهت حالا يعني لسا خلصانا فورا طبعا انا عرفت ازا انا لسا خلصانا اكد لي اثر يعني مثلا مامتي لسا منظف الارضي اه شايفه؟ لسا منظف لسا نظيف الارضي تمام؟ رقم تلات احداث تمت في الماضي ولا نعرف متى بالضبط هقول مثلا انا زرت فرنسي قبل كده اه هقولها ماضي بسيط ولا مضارع تام يا ترى انا مذكرتش خلاص يبقى مضارع تام هقولها امتى ماضي بسيط لما اقول مثلا اي فيزيت فرانس لاست يير تمام؟ طيب لو انا حددت بقى بس عايز يبقى مضارع تام هلترى استخدم سن سفروا الحاجات دي رقم اربع احداث لم تحدث ابدا يعني خبرات انت لسا مجربتها يعني مثلا عمرها ملعب انا بترجم كلمة نيفر دايما بالعمية عمرها هي عمرها ملعب تمام؟ اي هاف نيفر مثلا اي حاجة اي هاف انت ترافل ممكن اقول اي هاف نيفر ترافل يعني على عمري سفرت تمام؟ باللغة الفصحة نقولها ايه انا لم اسافر ابدا شي هاف نيفر بلايد يبقى هي لم تلعب ابدا تنس رقم خامسة للسؤال والحديث عن خبرات الناس وتجربهم يعني اسأل واحد مثلا استمتعت النهاردة اي هاف رد 20 انجليش نوفلز انا قرأت عشرين رواية انجليزي فدي خبرات وتجرب وضحت لكن انا ممكن استخدامها في الماضي البسيط هنا تمام؟ امتى بقى؟ لما يكون اصلا قراءتي للعشرين رواية دول تمت من زمن خالص يعني مثلا انا صغير من ثلاث اربعة ايام لكن مثلا هقول لك مثلا هو انت بتحب رواية انجليزي اه بحبها ده انا لسه قرأ عشرين رواية انجليزي اه في الحالة دي مضارع تام لان فيه اثر للموضوع ولسه بتتكلم عنه تمام؟ وده الفرق الواضح ما بين المضارع تام الماضي البسيط احنتكلم عنه بالتفصيل قدام الكلمات الدلة so far up till now up till now till now until now اللي معناهم حتى الان تمام؟ over time على مرة الزمن over the years throughout the ages هي هي نفس المعنى over the ages in the last week in the last month in the last year تمام؟ the recent years the few or the past few years how long بس خلي بالك من كلمة how long احنا اتفقنا how long وكنت تيجي مع كزا زمن اول واحد خدناه قبل كده المضارع بسيط how long ago بس لازم يكون فيه ago تمام؟ اول مدة تكون انتهت المعنى والصياق لو واضح ان المدة انتهت خلاص استخدم مضارع بسيط مال يعني how long مضارع تام ببساطة لو هسأل واحد يعني من انت وانت بتعمل حاجة دي لغاية دلوقتي خلي بالك من كلمة لغاية دلوقتي يعني مثلا تحت هنا بيقوله how long have you been ill يعني هو لغاية دلوقتي مريض هو لغاية دلوقتي مريض لغاية دلوقتي الكلام وضحت ما ممكن استخدم هاولونج في المستقبل مثلا هقول لواحد هتقعد في اسكندرية امتا؟ او هتقعد في اسكندرية ادي ايه وقت يعني how long will you stay in Alex ايه استخدمتها في المستقبل وضحت ولسه من شوية كنت اقيل انه ممكن استخدامها في الماضي البسيط يبقى الفكرة في المعنى في السياق زي ما اتفقنا رقم واحد للمعنى طيب كلمة just يعني لسه عمل الحاجة دي تمام already بالفعل بأكد على ايه بأكد ان خلصتها تماما تمام طيب ممكن استخدم already في نهاية السؤال لو انا مندهش من حاجة مثلا خلصت بسرعة مثلا have you finished the homework already يا انت الحق تخلص الواجب بسرعة كده you are wonderful ده انت رائع وضحت يبقى already في اخر السؤال اندهاش طيب كلمة recently و lately تقريبا نفس المعنى بس الفرق ان recently ما بتجيش غير في إثبات لكن lately في الاتنين ما فيش مشكلة تمام وممكن اجيبهم في اول الجملة او في اخر الجملة مش في نهاية الجملة بس يعني في اول الجملة recently i have read 20 novels وهكذا ممكن اجيبها في الاول او في الاخر طيب كلمة ever يعني انا سبق وانا عملت التجربة دي تمام وبتيجي طبعا ما بين have وهذا والتصرف التالت never يعني انا اول عمر عملت التجربة دي وبالتالي دي نافي هي معناها نافي بس ما تحطش نوت خلي بقى طيب انا ممكن استخدم never و ever للتعبير عن افضلية لشخص او شيء يعني ايه يعني بص الامثلة i have never seen احنا نترجم بالعمية بقى انا ولا عمري شفت انا عمري ما شفت فيلم ما شفت يبقى نافي اهو فيلم اثارة زي ده زي اللي هو brave heart وضحيت such an exciting film نفس المعنى تماما i have never seen a more exciting film يعني ولا عمري شفت فيلم اكثر اثارة من الفيلم ده اللي هو brave heart نفس المعنى او اقول الفيلم اللي هو brave heart ده اكتر فيلم اثارة شفت شفتوا قبل كده يبقى العدل الاتنين كان نافي ولا عمري شفت احسن من الفيلم ده يعني هو احسن واحد فانا قلتها حتى هو يعني هو احسن واحد شفت فاسبعت هنا مع ever وضحت طيب انا ممكن برضه استخدمه طريقة تانية اللي هي it's the first time لما اقول مثلا i have never met such kind of people يعني ولا عمري شفت نوع من الناس زي ده يعني مثلا شايف واحد عبقري انا عمري ما شفت واحد من الناس او نوع من الناس زي ده ممكن تقول دي اول مرة شوف من قبل يعني فانا اقول لها اي ever it's the first time i have ever met such kind of people يعني دي اول مرة شوف واحد زي ايه او نوع من انواع الناس اللي زي دي تمام طيب كلمة yet yet بتجي في اخر الجملة او في اخر السؤال معناها بعد او حتى الان تمام طيب مناطية يعني ليس بعد ودي دايما تجي في الاجابة واضحت يعني مثلا هقول مونة hasn't finished the work yet يعني مونة مخلصتش الشغل بعد يعني هي مثلا ممكن تكون بدأت في الشغل ومخلصتوش او تكون لسه ما بدأتوش يبقى احتمالين yet تمام خلي بالك عشان في حد ممكن يطلقبط ما بين so far و yet لانه الاتنين تقريبا معناهم حتى الان نفس المعنى صح طب ايه الفرق هدي لك مثالين بالراحة اكتبهم رأيه او المثال اللي هو موجود معنا مونة hasn't finished the work yet كده اتكلمنا عن يت يعني مونة مخلصتش الشغل لغاية دلوقتي حتى الان يعني هي بدأت فيها ومبدأتش المهم ما انتهاش الشغل تمام واضحت طيب اكتب المثال ده عشان مش مكتوب هقول مثلا محمد صلاح has scored two goals in the match so far يعني محمد صلاح سجل جونين لغاية دلوقتي في المتش يعني ايه يعني المتش بدأ بس لسه ما انتهاش ومحمد صلاح عمل حاجة جزء منه يبقى الفرد ان yet معناها لسه ما عملش الحاجة لكن so far يعني عمل جزء من الحاجة او عمل المطلوب منه لغاية دلوقتي واضحت طيب احنا قلنا فخر في السؤالين yet معناها انا بسأله هو انت لسه ما خلصش تغلط دلوقتي يعني بسأله هو خلص ولا لسه لكن قريدي يعني انا شايفه خلصه وبعمل ايه ان دهاش surprise واضحت طيب بنيجي بقى ال since ببساطة كده since بيجي بعدها بداية الحدث بنسميه بالانجليش a starting point نقطة محددة للبداية زي ايه مثلا بقول مثلا five o'clock since five o'clock بس خلي بالك يعني ايه يعني ايه من الساعة خمسة لغاية دلوقتي من خمسة لغاية دلوقتي المضارع التام نازم تحط في بالك لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي لان احنا بنترجمه هو الماضي البسيط تقريبا ترجمه واحد بالعربي المعنى يختلف في الموقف نفسه يعني لو انا كنت خلصت خلصت لعب كرة مثلا وملهاش اثر نهائي يبقى مضي بسيط لكن انا لسه مخلص كرة وعلقان وتعبان ومش قادر اعمل حقا ولسه بقى لعب مضارع التام ووضحت الاتنين من ترجمهم في العربي واحد كأنهم ماضي وفعلا المضارع التام فيه جزء كبير في الماضي وساعة يبقى كله الماضي بس ليه تأثير برضو ساتردي مندي وهكذا يقرؤوا الحاجات دي واضحة جدا تمام يبقى الواضح ان السنس بعدها ممكن اقول زمن محدد بس ما يكونش جملة مندي مثل كريسماس او اجيب جملة في الحالة دي الجملة اللي جايه بعد سنس لازم تبقى مضي بسيط خلي ما لك من الحد تدي لازم تبقى مضي ايه بسيط طب ما الفورم معناها ايه معناها مدة مدة طول مدة يعني ايه يعني مثلا انا قلت من الساعة خمسة الغد دلوقتي حلو بس ما ذكرتش المدة من الساعة خمسة غد دلوقتي مثلا ست ساعة دي يبقى لمدة ست ساعة دي يبقى فوضحت فلازم بقى ابين المدة كم دقيقية كم اسبوع كم قرن وهكذا طبعا احنا اتفقنا في سنس لو بعدها مثلا كدما زي last week تبقى since لكن لو ضفنا the وفي نقطة بعدها اما فيش تكملة the last week هتبقى for ليه انا قصدي ما فيش تكملة لان انا ممكن اقول the last week i met you يعني اخر اسبوع شفتك فيه مثلا في الحالة دي ذا جاية عشان ايه عشان تعمل ايه تعريف لكلمة last week وبالتالي مش جاية عشان تقول طول المدة دي فتبقى برضو عادي مفيش مشكلة since يبقى ممكن اقول since the last week i met you لا بلتك فيه لكن لو عايز اقول last week بس تبقى برضو since طب لا لو عايز اقول مثلا for the last week يبقى خلاص انوقف for the last week لأ هنا بقت كده ايه بداية حالس بداية مدة وبالتالي تاخد since هكتبها لكم عشان انطلق بطوش اهو تمام يبقى since last year معناها منذ السنة الماضية يعني من السنة اللي فاتت لغادي الوقتي تمام ممكن اكون كنت في اول السنة اللي فاتت مثلا لو هنقول 2019 من شهر واحد لغادي الوقتي مثلا وهكذا تمام since the last time i see you منذ اخر مرة رأيتك فيها منذ اخر مرة شفتك فالقدامي فاهم بقى انا حددت له وقتها فهيبقى فاهم في دماغه تمام لغاية دلوقتي for the last year يعني طول السنة اللي فاتت واحنا دلوقتي في اخرها اهو او اول السنة الجديدة وضحت يبقى لمحطيت ذا بقت طول السنة كلها اللي فاتت يعني من شهر واحد اللي شهر واحد اللي جاي ولغاية وقت الكلام وضحت طيب في بعض النقاط كده في sense الناس بتغلط فيها بس برضو كل ده سببه انك بتحفظ حفظ مش فا يعني ايه يعني مثلا لو بست في المثال i have enjoyed reading novel since i was a young child يعني انا استمتعت بقراءة الروايات يعني انا غد دلوقتي لسه بستمتع عشان مضرع تام منذ ان كنت صغيرا واضحة جدا تمام فالجملة اللي جات بعد since ايه ماضي بسيط ده لو جبت جملة هي جات خلاص يبقى ماضي بسيط ممكن اخدها وروح بها الاول اقول since i was a young child i have enjoyed reading novels مفيش مشكلة طيب خلي بالك بقية جملة اللي ممكن تلخبطك دي حسام when to live in italy ممكن يجيبها لك في امتحان كده يقولك since then i know of him فحد يقولك بعد since ماضي بسيط على طول ياميس تراجد جملة لا خلاص الماضي البسيط بالفعل جاه فعلا مجاه بس في then تقولي ازاي يعني المعنى بيقول كده حسام راح يعيش في ايطاليا ومن ساعتها ساعتها اللي هو ايه انه راح عاش في ايطاليا اللي هو الماضي البسيطة اوه يبقى then عاد على ونت هنا وضحت ممكن في امتحان ما جيب لكش الجملة دي يعني لو جابها كده تبقى واضحة شوية لكن ده في بعض الاسناء يجيب لك ايه since then i know of him يجيب لك كده فانت تقول منذ ساعتها طب فين يعني ساعتها هنا مستر افهمها ايه افهمها ايه حاجة سيدي منذ ساعتها يعني منذ الوقت اللي احنا تقابلنا في اي حاجة المهم كأنها مكان جملة الماضي البسيط جملة المتبقية اللي هو المضارع التام اللي هو اصلا كلمة since تدل عليه وضحت انا ممكن استخدم since مع تعبير زي مثلا it is nine years since i met انها عشرة سنوات منذ ان قبل ممكن ان اشيل it is اخليها it has been nine years since i met يعني دي عشر سنين من ساعة ما قبلت المدرس الفرنسي بتاع يعني انا ما قبلتوش من عشر سنين يعني ممكن اقولها بطريقة ثانية i haven't met my french teacher for nine years او اقول since 2006 ايا كان طيب برضو خلي بالاكم التعبير how long is it تعبير اسمه how long is it يعني قد ايه المدة بعدها على طول since وماضي بسيط since you last had a day of يعني قد ايه المدة من ساعة اخر مرة ما خدت اجاز انا ممكن اقولها بطريقة ثانية من قد ايه وانت ما خدتش يوم اجاز هيبقى how long ما خدتش يبقى نافي هيبقى how long ها هنقولها ازاي haven't you taken a day of او haven't you had a day of المعنى هو المعنى اقدر اقول باي صيغة بس اشوف الزمن المناسب ليها خلصوا على مخلص اللي جايه واللي عده ولا مدرع بسيطة طيب الفرق ما بين جن وبين برضو مش عايزك تحفظها حفظها ما يقولك ذهب ولا من يعنى الكلام ده ما بلاش كده يعني ايه هو بين ده اصله ايه اصله بيه يعني يكون فلما اقولها بين يعني في الماضي يعني في الماضي اللي هو لسه حاصل في مدرع تام يعني فلما اقول هاذ وهازبين يعني ايه لقد كان لقد ايه كان ممكن ماجيبش حرف جر واجيب اسمه وصفه يعني ايه مثلا اقول احمد لقد كان احمد مريضا يعني ايه يعني احمد خلاص بقى كويس لا لسه تعبان احنا قلنا المضارع التام نسه نكمل معانا انا عارف انه بكراره كتير بس لو سبتت في دماغك هتريحك جدا في الحل تمام يبقى احمد كان عيان ومازال يبقى ترجبت هازبين يعني ايه لقد كان طيب لو جبته يعني ايه لا واضح ان ما كان مثلا هقولك مثلا سامي هازبين تو كندا يبقى لقد كان سامي في كندا لقد كان سامي في كندا يعني ايه لقد كان حتى بالعمية اقولك ايه انا لسه كنت هناك يبقى رحت وجيت المعنى المعنى واضح هو بيقول كده يعني جيت يعني الفعل الكينون لما يكون انتهى يعني راح هو يرجع خلاص تمام طيب برضو ممكن نستخدم إن ما هي نفس المعنى يعني تعريبا نفس المعنى علي has been in Paris for a month يعني علي كان في فرنسا لمدة شهر تمام بس الفرق يبقى أن هنا مرحش هو يرجع خلي بالكم حتى دي علي كان في فرنسا لمدة شهر لقد كان علي في فرنسا تساوي بالضغف الحالة دي علي has gone to Paris for a month يبقى كده لسه هو هناك وضحت يبقى has been to يعني راح ورجع عشان معناها لكن has been لقد كان في فرنسا لمدة شهر يبقى في الحالة دي وما زال استخدم هنا المضارع التام في التعبير عن حدث تم وما زال يتم وضحت وبالتالي تساوي has gone يعني هو لسه موجود هناك يبقى راح لسه مرجعش طيب has gone من ترجمها هي لقد ذهب أقول لك لقد ذهب علي بس عشان أقول رجع وقد عاد لكن ذهب الوحدة يعني لسه مرجعش عايز أقول رجع أقول has been to طيب عايز أقول هرجع وقون هزود جملة علي has gone to Paris for a month and he came تمام بس لو قلت he came هتبقى في مشكلة هنا عارفين إيه هي إن أنا ما هنفعش أقول he has gone to Paris for a month وبعد كده he came ووجه طيب إزاي إحنا قايلين المضارع التام الحدث لسه موجود فبلش من الحتة للأخيرة دي طيب المضارع التام المستمر بمساطة يعني بيركز على استمرار يعني هو بياخد التعبير التاني بتاع المضارع التام احنا قلنا المضارع التام أول حاجة الدلالة الرئيسية أنه إيه يدل على حدث بدأ في الماضي وما زال له أثر له أثر أو وما زال مستمر هناخد حتة وما زال مستمرة نحطها مع المضارع التام المستمر يبقى المضارع التام المستمر يعبر عن زمن إيه أو شيء حدث ما زال مستمرا حتى الآن ده الفرق بينه وبين إيه المضارع التام طبعا التكوين بتاعه have has بين وإيه وإيه والتصريف التال دل ما بنقول لكن ing بقى المبنى معلوم الكلمات الدلة بقى زي all morning طول الصبح طول اليوم واجهزة ممكن نستخدم senso form معها برضو ما فيش مشكلة مثال I have been watching the Olympic Games all week يعني أنا عملا شاهد الألعاب الأنبية ليه أسبوعي يعني لسه الألعاب الأنبية شغالها ومستمر طيب الفرق ما بين المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر الفرق في المعنى لو الحاجة لسه خلصانة يبقى ساعتها يفضل المضارع التام لكن ما زالت مستمرة لغاية الوقت الكلام وحاجة أكشن كده بتستمر يبقى عرض المضارع التام مستمر طبعا بتبني من معناه يعني هنا she has cooked for a long time now she is washing the clothes يعني هي لسه مخلصة إيه مخلصة طيب خد الوقت بتعمل حاجة تانية مسلا تمام بس بشارك نرايح ان هي لسه مخلصة الحاجة علشان يبقى مضارع تام لان لو خلصت من زمان هيبقى ماضي بسيط she has been cooking for a long time يعني معناه غد الوقتي برضو عملا إيه تطبخ تمام تمام في كلمات برضو برضو المعنى بتاعها مش يدول على التمرار يعني أقول لك she has never done karate يعني هو عمر ملايب كرة ايه طب ازاي هقول مضارع تام مستمر يعني هو أصلا ما عملش حاجة الموضوع ده يبقى يستمر فيه ازاي زاي كلمة already just الحاجات دي لسه مخلص الحاجة بس زاي مستمر وضحت برضو في حاجة تانية يعني لو في مرات تكرار حدث شي مثلا هقول أنا قرأت لغاية دلوقتي عشرين صفحة واضح خاص المضارع تام ما ينفعش أقول مضارع مستمر مضارع تام مستمر ما ينفع أقول أنا كنت عمال أقرأ وما زلت أقرأ في عشرين ورقة يعني يعني ايه يعني في الانجليزي مش هتمشي ممكن في العربة تمشي شوية لكن في الانجليزي لا يعني ازاي هم مع بعض العشرين ورقة مع بعض مش جاية تمام لا هو واضح الأقوى أن الغد دلوقتي خلصت عشرين فيبقى مضارع تام وضحت طيب فيه أفعال لا يمكن استخدامها في أي زمن مستمر لأنها أفعال دائمة وليست مؤقت لأن أي زمن مستمر يعني الحاجة دي مؤقتة من الآخر يعني ايه الأفعال دي مثلا فيب تو بي أفعال الحواس أفعال التفكير أفعال التواصل أفعال العاطفة وأفعال الملكية اقرأ الأمثلة دي وانت هتفع الفارق ما بين المضارع التام والماضي البسيط أنا شرحته كذا مرة وأنا مشرح هنقرأ المثالين وهنفهم أهم حاجة المثال أهم حاجة الجملة لا تفهم I have sent the email this morning يعني الصبح ده لسه مخلص وضحت كده يعني أنا لسه بعت الإيميل الصبح ده أهو الصبح ده اللي هو إيه أنا في آخر الصبح في آخر الصبح أو لسه في نص يعني المهم الصبح لسه خلصان أو لسه مخلص لكن لو خلص من فترة يعني مثلا أنا في الجملة دي I sent ده email خلي بالك في العربي بنترجوه معنا واحد أنا بعدت الإيميل الصبح ده أنا بعدت الإيميل الصبح طب معناهم إيه لما استخدمت في الإنجليش ماضي بسيط يبقى معناها الصبح ده انتهى يعني مثلا للوقت المغربي وضحت بالليل يعني حصلت حاجات تانية وضحت فا استخدمت ماضي بسيط يعني تم وانت يعني برضو كل زمن يعبر عن معناها ماضي بسيط تم وانتهى إذن هو بعت الإيميل في وقت تم وانتهى إذن الصبح ده انتهى وجدت حاجات بعده لكن I have sent أنا لسه باعت مضارع التهم لسه حاجة حصلة يبقى الصبح ده لسه إيه موجود وليسه خلصان من دقايق أو ربع الساعة أو لحالة تمام برضو فور فور أكتر كلمة تبينك فاهم مش حافظ تمام أو هتبينك فاهم ولا حافظ لأنه ممكن تبقى حافظ يعني إيه في طلبة تقولك لما تلاقي فور تدور على المضارع التام على فكرة فور معناها لمدة زي always زي الحاجات دي كلها بس تخدمها حسب المعنى يعني ما هياش حكرة على زمن معين يعني مثلا هقول هقول مثلا مستر سميث لفد ان ايجيبت من غير ما كمل هو يبقى كده ما بقاش موجود في مصر عشان استخدم ايه استخدم ايه مضي بسيط إذن المدة هنا انتهت خلاص تمام أهو والدليل من 2015 لكن لما أقول مستر سميث هز ليفت يعني مستر سميث لغد الوقت الكلام لسه عايش آه يبقى فور تين ييوز لغد الوقت يعني في الحالة دي تبقى مضارع تام يبقى المدة لسه مكملة لغد وقتنا او لسه خلصانة فورا تمام اللي هتأكد لي بقى لسه خلصانة لسه مستمرة اللي استخدمها في المضارع التام مستمرة يبقى لسه عايش لغد دلوقت ومكملة نيجي بقى للتمارين التمارين سهلة ووضحة ركز معايا رقم واحد إنه اسبوعان منذ ان منذ ان في جملة بعدها يبقى ماضي بسيط على طول يبقى مت منذ ان تقابلنا تمام يعني اللي هتسوي we haven't met مثلا هقول ايه for two weeks this is the most interesting book I have ever read وضحة يبقى ده احسن كتاب سبق وان ترأته يبقى خبرة سبقة تم ايه فعلها يبقى ever على طول تمام لو هقولها بن never هقول ايه مثلا I have never read مثلا more interesting book than this than this one مثلا واذكر اسم الكتاب لو في اسم لو اسم متاح رقم ثلاثة Oh I space my passport what should I do يعني أنا لسه مضايع الباسبورت لانا تراجمتها لسه مضايع الباسبورت بتاع لانا بيقول المفروض اعمل ايه يبقى المفروض هو لسه فقدانه للايه الباسبورت لسه ضايع فايه لسه حاجة حصلة يبقى مضرع تام يبقى I have lost طب خلي بالك ما دي مضرع تام بس هنا I ما بتاخد شهاز خلي بالك من النقط دي رقم اربعة تامر نقط a lot of health problems since since خلي بالك since لها كذا معنى ممكن معنىها لان فساعدتها تبقى زي because هنتدور على اثر ونتيجة والكلام ده كل لكن هنا واضح ان معنىها منذ since he started living in that polluted city وبالتالي الجملة السابقة لسنس هتبقى مضرع تام طب انا عندي اتنين مضرع تام يبقى الفعل اللي هيفرق تامر هايخد هاز يبقى تامر هاز هاد تمام يعني تامر يمر او يعني من ساعة ما جيه في المكان ده وهو بايه بيمور بمشاكل صحية لغد الوقتي رقم خمسة adel hasn't contacted me since his space كايرو عادل ما اتصلش بيا من ساعة ما مشي من القاهرة وماضي بسيط بعد since جملة المضرع التام بالفعلة هي خلصت اللي هي تشير اليها since اهو يتبقى معا لو جد جملة بعد since وانا بقول لو لان ممكن ما تجيش جملة تقول مثلا since childhood since مثلا 1999 ايا كان لو جد جملة يبقى ماضي بسيط زي ما ادفعنا رقم ستة I have space been to the zoo before يبقى never ولا ever ولا yet ولا since بص خلي بالك في المانحك بتاعك لو لقيت before وجابلك ever وnever هتختار مين never رغم انت لو ترجمتها بالعرب ممكن تمشي ever ها بس لا مفيش في الانجلوش الكلام ده في منهاجك يعني رقم سبعة my cousin not abroad since his childhood خلي بالك فيه عندك since تقول لي بقى ماضي بسيط لا لو جد بعدها جملة ماضي بسيط لكن الجملة التي تشير اليه since مضارع تام كلمة دلة عن مضارع التام بس بشرط المعنى يبقى سليم my cousin مستحيلة جيب معاه ماضي بسيط ولا مضارع مستمر تمام يبقى has lived تمام يبقى ابن عمي عايش او عاش في بلاد برا منذ طفولته يعني ما زال عايش هناك على الاقل حتى وقت الكلام رقم تمانية بلال is not here بلال مش موجود he's placed to the dentist يبقى لسه رايح تمام طيب هتقول لي has been هو لسه اللي كان لا لسه اللي كان يعني راح وجه لا يبقى لسه اللي رايح يبقى ما وجهش لسه يبقى has gone رقم تسعة I started reading the book on Saturday أنا بدأت قراءة الكتاب يوم السبت but I space busy since then since then خلاص انتهت since كنما دلع المضارع التام يبقى اللي جاي مضارع التام يبقى وزوبين مع السلامة يبقى اللي جابة يما has been يما have been طبعا اللي جابة تبقى have been عشان نفعل I تمام رقم عشرة you have been very busy انت كنت مشغول من ساعة اي بقى since you space working for that charity منذ أن بدأت منذ أن بدأت العمل في تلك الجمعية الخيرية قلنا since بعدها جملة في الماضي البسيط والقبلها مضارع تام وأنا ممكن أجيب since في الأول فتبقى اللي بعدها ماضي بسيط وضحت يبقى began ماضي بسيط رقم 11 nothing like this space to me يعني ما فيش حاجة زي دي حصلت لي قبل كده يبقى خبرات سابقة مضارع تام طب ما كلهم مضارع تام يبقى المعنى وضحت ما فيش حاجة زي دي has ever happened يعني حصلت لي قبل كده ولا ما حصلت ليش قبل كده لا حصلت لي خلي بالك من حتة دي ماشي يبقى عند اتنين مثبت اللي هو has ever و have ever طبعا الاختيار هنا ما بين الفعل nothing like this يبقى على طول ايه has لاني have مش هتمشي معانها this يعني كأنها it بالظلط يبقى معنى الجملة ما فيش حاجة زي كده حصلت لي محدش يقول لي ليه ما اخترناش never يعني هنقول فيه يبقى اتنين نفي ما فيش حاجة قبل كده ما حصلت ليش زي كده ازاي يعني مش جاية يعني رقم 12 I not my pen friend yet فيه yet يبقى كلمة دل على المضارع التام طبعا في اللغة الفورمال انا في اللغة العامية بشوفها بتستخدمها حتى بيستخدمها في المضارع البسيط حتى والمضل البسيط كمان تمام يبقى I haven't met my friend yet طبعا دي الايجابة مضارع التام خلي بالكم انا عايزكم تفرقوا ما بين informal language و formal language اللي انا بقوله كل هنا اللي بقوله ده formal language طبعا ممكن نتقوله في ال informal بس في بعض الحاجات في ال informal غير اللي ايه غير formal خلينا دلوقتي احنا بندرس بس في النهاية برضو دي اللغة لازم تتكلمها تمام لذلك لما تيجي تتكلم بقى حاول تتكلم محادثات مثلا محادثات informal ده لو انت نوي تتكلم معهم لكن ممكن تتكلم محادثات formal ما فيش مشكلة اي نعم هتبان غريبة بالنسبة للي بيسمعك الاجناب اللي بيسمعك هيحس انك بتكلم زي عندنا فصحة اللغة العربية فصحة كده ولكن في النهاية فهمك بالعكس انت بتتكلم احسن من غيرك بتتكلم احسن منه هو نفسه انه ما بتكلمش اللي ايه الفصحة وبتكلم العمية بس الجميل في اللغة الانجليزية بقى لان العمية مش بعيدة اوى عن الفصحة زي العربي احنا بعيدة خالص عن بعض رقم 13 طبعا هو عايز يقول منذو سنوات او لمدة سنوات يبقى نقولها ازاي ساعتها يبقى لان دي مدة رغم ان انا ترجمتها منذو عالفكرة عشان في طلبة حفظ اني سينس لازم معناها منذو لا عالفكرة مفيش الكلام ده فور ممكن ما يبقى معناها منذو زي الجملة دي يعني احنا ايه we haven't traveled by train يعني احنا ما سفرناش بالقاطر منذو سنوات يعني لمدة سنوات لغد دلوقتي ايه المشكلة يعني وضحت الفكرة انه لو هي مدة يبقى فور لو هي بداية حدث يبقى عطول سنس رقم 15 دي نقطة in luxor since 2015 بيقولك منذو عام 2015 احنا لما نلاقي سنس يبقى لسه مكمل معناها يبقى مضارعة يبقى have lived طبعا هو have been living صح لذلك مش هجيب الاتنين رقم 16 I can't phone my parents because I space my phone انا مش هقدر اتصل مش هقدر مش مقدرتش خلي بالك في الترجمة بتفرق وهقول لكم دلوقتي الفرق ايه يعني ممكن تبقى في الاختيارات هنا في head lost لو انت ترجمتها انا مقدرتش هتصل مقدرتش ماضي يبقى head lost عطول اه انت افترطت ماضي عشان ترجمتك غلط لكن I can't phone مش هقدر في المضارع فتبقى مضارع تام وضحت كده او مضارع مستمر لو حسب هنشوف المعنى I can't phone my parents انا مش هقدر اتصل بوالدي because I لاني لسه مضيع الموبايل ولا عملا ضيع في الموبايل حتى لو في مضارع مستمر برضه هستخدم مضارع تام يبقى هنا واضح اني ما فيش استمراري في الحدث في اتمام في الحدث وضحت يبقى هنا مضارع تام يدل على اثر ايه اللي تام اللي هو فقدان للتليفون الاثر ايه مش قادر يتصل بوالدي وضحت رقم 17 نوال's younger sister has studied the past tense اخت نوال الصغيرة درست الماضي البسيط زمن او زمن الماضي but she hasn't studied the present perfect yet بس لسه ما خدتش كذا كذا تمام يبقى لسه ما عملتش حاجة دي يبقى ايت رقم 18 the plane noot I can see it in the sky يعني الطيارة لسه ماشي انا شايفها في السماء هو يبقى has just left شفت انا جوابتني غير ما ببص has just left طبعا كل الباقي غلط في اللغة يعني تمام رقم 19 خلي بالك في اللغة العمية ممكن يقولها just left عفكرة عادي يعني ممكن تشوفها كده the plane just left I can see it in the sky عادي صح مئة في المئة بس دي informal احنا ماننش دعو بالinformال هنا طيب رقم 19 have you space english food have you ever tried يعني هي واضحة اولى have you ever tried خبرة سابقة هل جربت الطعام الانجليزي من قبل رقم 20 مايكل نقطت writing stories for children when he was a primary school teacher يعني مايكل نقطت كتابة القصة للاطفال منذ ان كان ايه او لما كان ايه لما كان في مدرس ابتدائي ما تجريش وتقولي مدرع تام ما تجريش وتقولي مدرع تام ليه هقولك انا بقى وين مافيش معاها مدرع تام نهائي من الاخر كده وين لما تربط ما بين جميتين مافيش ولا جملة من الجميتين مدرع تام يبقى هنا يا ماضي بسيط يا ماضي مستمر دي وين اني واحدة بقى وين بتاعت يا اما في ترتيب احداث بتبقى ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي تام تمام ماضحت يبقى أين بتاعه اللى حدثين نور بعض ماضر بسيط يبقى أين اللى حدث كان مستمر وقت طائرة أخر يبقى مضر بسيط ومضر مستمر يبقى أين اللى مستمرين الى اتنين يبقى مضر بسيط هناك شيء اسمها أين مدارع تام والليشيء ما فيش لما تلاقي أين لان لو عايزين نقول مدارع تام كانت تبقى مثلا نحن طبعا هنختار مايكل سترت طيب يا مستر لو اخترتها هزا سترتد أليه الغلط وهو يا حبيبي لو انت استخدمتها مضارع تام لازم تستخدم انس شفت الفكرة فين يبقى مايكل has started writing stories for children since he was وضحت كده يبقى لو فيه since تبقى has started لو ما فيش since في وين الرابط يبقى started رقم واحنا وعشرين هلا كانت بلاي تينس هلا مش قادر تلعب تينس ليه؟ ليه في حاجة حصلت خلتها ما قدرتش يا طرق الحاجة اللي دي لسه مستمرة ولا انتهت تمت اه انتهت عشان معنى has heard يعني لسه مع ورق ده وضحت دي الإجابة يبقى هلا مش قادرة ما تقوليش ما كانتش قادرة اتفقنا لو كانت ما كانتش قادرة تبقى بالانجليش couldn't مش كانت تبقى couldn't والنحية تبقى تبقى مضارع تام لو حدث ده تم ولأثر أو كان مستمر فتبقى ماضي مستمر أو مضارع تام أو ماضي تم مستمر وضحت طيب رقم اتنين وعشرين عفكرة انا كررت الحتة اللي عدت دي اللي هي حتة because وامتى تبقى مضارع مستمر أو ماضي مستمر أو ماضي تم مستمر أو مضارع تم مستمر أو امتى مضارع مستمر أو امتى مضارع تام كل الاحتمالات دي بتاعت because فاكرين انا شرحتها واشرحها وافضل اشرحها عشان تثبت فتنها لان هي فعلا بتلخبط برضو جاية تاني because هي خلي بالك انا ممكن اشيل because وحط as او احط ايه sense برضو معناها بس sense معناها لانا ساعت طب هتحرفها ازاي لو sense قبلها حاجة غير المضارع التام زي مضارع بسيط هنا تبقى معناها لانا واضحة يعني يعني هقول باسل is not hungry باسل مش جعان sense لانه مع ما شينفع اقول مضارع التام لانه لو sense معناها منذ كنا نقول has been مثلا تمام يبقى باسل is not hungry باسل مش جعان because he space a big lunch لانه لسه واكل اه يبقى في حاجة تمت في الماضي لانها اثر في الحاضر اللي هي المضارع ايه التام خلي ما لك انا قلت تمت في الماضي ايوة مضارع التام زي ما انت سمعت لان المضارع التام فيه جزء كبير منه في الماضي يبقى تمت في الماضي ولها اثر طيب رقم 23 we cannot go home by bus يعني احنا مش هنقدر نروح البيت بالاوتوبيس لان اخر اوتوبيس يعني هنا تقريبا برضو زي اللي عدد رغم ان ما فيش بيكوز بالسنة ترجمتها عشان معنا لان اخر اوتوبيس يا مستر يبقى على طب مضارع التام ننتمه ونتهى وله اثر حلو بس في مشكلة قبل اتك انه حطي لك اجو فبنفعش تجيب اجو مع ايه مع المضارع التام فتستخدم ماضي بسيط بيوقعك هنا في الجملة دي فلاص يبقى left رقم 24 حامد's hair شعر حامد is with مبتل he space a shower يبقى left سواخد دوش وضحت لان فيه اثر هنا يبقى مضارع تام مضارع تام مفيش غير has just had تام خاطئة مفيش حاجة اسمها just has had ممكن has just had زي هنا تمام رقم 25 ردوة doesn't know what flying is like ردوة ردوة مش عارفة الطيران شكله ايه حتة دي متأكد منها مية في المية تمام لاني اكيد افهمتو يعني ردوة doesn't know what flying is like ردوة مش عارفة الطيران شكله ايه she has never flown ولا عمرها ايه قربت الطيران عبلي كده وضحت يبقى خبرة ما حصلتش رقم 26 how long space english for for 10 years يبقى بص هنا جاوب ايه قال for 10 years طيب يا ترى المدة لسه مكملة ولا انتهت هو في الغالب المدة ايه المدة ما انتهتش تمام يبقى have you studied رغم ان شايف ان دي دي ستاري صح ليه على اساس انه ممكن هو بيتكلم في السياق اصلا دي محادثة ونقص منها كلام فممكن عادي السياق يختلف يعني مثلا ممكن افترض ان واحد بيقول له واحد ايه اه انت من امتى وانت بتدرس انجليزية الغد دلوقتي ممكن انتهى بس لو انتهى في حتة برضو لو انتهى كنا هنستخدم ago how long ago did you study english وضحت لو كانت المدة انتهت بس يبقى هيا مضارع تاني رقم 27 since when منذ متى نقطة in your home هتقع في الجملة دي انا عايزك تجاوبها كده قبل ما اجاوبها انجابتك ايه بقى اللي هيقول لي you lived عشان ماضي الجملة البعد since ماضي هقولك حلو طب هي دي سيئة سؤال عايزين سؤال طب ازاي مفروض تبقى did you live وحتى لو موجودها did you live برضو مش هتبقى did you live عارفين ليه هتبقى have you lived ليه طيب since جملة الماضي بالفعل جات اللي هي when اللي انا هتجاوبها يعني ايه منذ متى وانت عايش في البيت يبقى انا عايش في البيت من سنتين اه خلاص جاوبتها وضحت او من سنتين تسعمية وكذا يبقى when هنا هي اللي جايبه الجملة اللي جاي خلاص هي الاجابة يبقى since باللي بعدها خلاص انتهى since we win اذا كده بنتكلم عن الجملة التي تشير اللي هي since اللي هي المضارع التاب يبقى have you lived رقم 28 my sister my sister نقط at university for three years she comes home every weekend has had been is being has been is خلي بالك جملة she comes home every weekend يعني هي بتيجي لبيت كل اجازة اذا هي لسه موجودة في الجامعة يعني ما انتهدش يبقى مضارع تام يبقى for هنا بتاعت المضارع ايه التام مش الماضي التام ولا ماضي بسيط ولا الكام ده كله يبقى has been رقم 29 نقط been mountain climbing no this is my first time يعني بيقوله قبل كده طلعت الجبال تصرقت الجبال فخبرة صابقة يبقى have you ever have you ever been mount climbing رقم 30 my father نقط some health problems last year ما قالك شي for the last year ولا since last year والكلام ده كله يبقى انسى المضارع التام دلواتي last year كما دال على الماضي البسيط وانت مغمط يبقى had had some health problems بعض المشكلات الصحيحية رقم 11 I know at my friend mona for many years for many years لمدة سنوات عديدة يا طرى المدة دي انتهت ولا لسه مكملة معايا هنشوف طيب لو انتهت كنت تبقى في الماضي البسيط فالحمد لله ما جابش الاختراض ماضي بسيط يبقى لسه مكملة معايا طيب لسه مكملة معايا يعني مضارع تام يبقى has known هقولك لا has known كلمة no يعرف من الأفعال التي تبنى للايه آسف الأفعال التي تبنى يعني دي غلط يعني have been knowing هالغلط أسف الإجابة تبقى ايه have known تبقى have known تمام هعيد النقطة دي تاني عشان نركز رقم 31 بيقول I know at my friend mona for many years يعني أنا واضح في الإجابات في كلمة known أو new يعرف أو أي أن كان known verb to know يعني يعني عايز يقول أنا عرفت صديقة مونة من ايه من سنة احنا قلنا ما فيش مضي بسيط في الجملة عشان ايه عشان كده ما نش هنختارها لإني هنا واضح المدة مكملة غدا دلوقتي يعني هو لسه عرفها آه يبقى لسه مستمر في معرفته يبقى على طول مضارع التام مستمر قلنا لا غلط عشان knowing لا تبنى للاستمرار كلمة no لا تبنى للاستمرار يبقى تبقى الإجابة have known يعني يعني ايه عرفتها وما زلت عرفها ورغم ان مكملة ما استخدمهاش مضارع المستمر التام المستمر لان هنا no لا يستخدم في المضارع او اي ازمانة المستمر رقم 32 I note three emails from my English pen friend this week this week احنا قلنا في الغالب this week بتكون مضارع تام بس عفكرة ممكن تبقى ماضي وممكن تبقى مستقب بس هنا هيجنبك الاختراف دي كله تمام طيب بس لو جاب لك ماضي مثلا هتختار ايه يعني مثلا هنا I have had three emails يعني انا استلمت ثلاث ايميلات من ايه من صديق الانجليزي الاسبوع ده يبقى واضح ان هو بيقول الاسبوع ده لسه مستلم ايه ثلاث ايه ثلاث ايميلات يبقى الافضل انها تبقى مضارع تام فتبقى I have had I have had طب مين الاحسن طبعا I have had عشان I ما بتاخدش هاز تبقى I have had طيب يا مستر ما همونج this week يكون انتهى وانا بدأت في اسبوع تاني فبقول الاسبوع يعني انا فاخر الاسبوع انتهى خلاص برضو هيبقى مضارع تام لاني وانت في اخر خلاص لسه ما انتهاش طيب لو انت في اوله برضو لسه في اول اسبوع فصعب اوي كلمة this week دي بالذات تخليها في الماضي ماشي ولو لو هنقليها نقول earlier هنحط قبلها كلمة earlier this week واضحت طيب رقم 33 كلمة so far بنضمن الكلمات ادال على المضارع التام يبقى هازبين يبقى ادائك لغد دلوقتي مش عجبني تمام يعني هو مسعلا لسه ما انتهاش بس عمل اداء بس مش حلو يبقى هازبين رقم 34 رقم 34 اسبوع 2 tests this week this week وقالنا مضارع تام افضل طيب ما فيه 2 مضارع تام المعنى عايز مبني المعلوم يبقى has taken يعني اخويا اخد ايه يمتحلين لغد دلوقتي الاسبوع ده لكن مش هنقول الاخي ذا يعني لان هنا فاعل my brother فاعل رقم 35 since my last birthday since my last birthday خلاص كلمة since دل على زمن ايه زمن مضارع تام يبقى هنا تبقى الاجابة haven't seen وبلاش حتة بعدها مضي بسيط دي ما هو خلاص انتهى since لو جد جملة بعدها بنقول مضي بسيط او ما ينبع عنها هنا نبع عنها my last birthday فخلاص since وليلتها انتهوا خلاص نتكلم بقى على الزمن اللي تشير اليه since اللي هو المضارع التام يبقى I haven't seen رقم 36 I not watching cartoon since I was a young children أو a child هنا بيقول لك since وبعدها جملة مضي بسيط يبقى عايزين جملة مضارع تام أو مضارع تام مستمر طبعا هنا مش موجود غير مضارع تام يبقى I have enjoyed يعني لطالما استمتعته بمشاهدة الكارتون موزعين كنتوا صغيرا يعني هو لسه مكمل بيشاهد الكارتون 37 since he is best famous people have wanted خلاص هنا بقى وضحت قوي جابت جملة المضارع التام اللي تشير لها since يبقى عايزين الجملة اللي بعد since يعني هنا واضح أو since he became عايزين مضي بسيط منذ أصبح مشهورا فإن people have wanted to meet him much يعني يعني لسه مخلص لسه مخلص يبقى have just تصريف ثالث يبقى finished طب ما هو فيه تصريف ثالث هو هنا وهنا يبقى ما انفعش أقول مع just قلنا مستمر يعني ايه أنا يعني لسه كنت عمال أخلص مش جاية يعني تمام قلنا just already yet ما انفعش معهم مضارع التام مستمر مضارع التام بس تمام طب ما دي مضارع التام يا مستر طب بس دي مبني مجهول مش عايزينها في المعنى تمام طيب أنا عارف ان الحاجات دي كلها سهلة بالنسبة لكم ولكن بأكد عشان فيه ناس ممكن ايه تتلقبك فيها بأكد يعني رقم 40 I have been living in Cairo space my childhood سهلة جدا فيه مضارع تام او مضارع تام مستمر يبقى اي كلمة دلة على الزمن اللي هو ever بس ever مش هتيجي هنا هتيجي ما بين have والتصريف الثات او هذا منذ طفولتي رقم 41 I know a tenniss since I was 10 years old جاءت الجوملة بتاعت الماضي البسيط يبقى حسين الجوملة المضارع التام التي تدل عليها since يبقى I have played tenniss تمام I have played tenniss يعني لطالما لعب tenniss منذ ان كنت عندي عشرة سنوات يعني لسا بيع العب القدلات رقم 42 It's a long time since I met my best friend احنا قلنا التعبير it's أو it has been وفترة وبعد كده since بعد كده جاءت الماضي بسيط اه تمام والمعنى طبعا عايز كده طيب رقم 43 I know a tenniss America before يا ترى never been صيغة خاطئة اصلا was never been صيغة خاطئة برضو have ever been صيغة سليمة have never been احنا قلنا ما تلاقي على طلب before في اللغة الانجليزية هتبقى have never been يعني ولا عمري عملت الحاجة دي قبل كده رقم 44 I can't run because I space my leg انا مش ادرك لي عشان كثرت رقلي حدث تم في الماضي له علاقة بالحاضر او اثر يعني يبقى because I have broken يبقى مضرع تام على طول رقم 45 عبدالتواب يوسف's books نقط children for many years طيب have influenced have been influenced had been influenced طبعا مش هنستخدم خالص مضرع او ماضي تام هنا ليه ما فيش ترتيب احداث عشان نجيب ماضي تام تمام where influenced يعني لقد تؤثرت الكتب تؤثرت ولا اثرت يبقى عزين ما بدنا معلم تمام يبقى have influenced 46 I space what sushi is because I have never eaten it يعني انا مش عارف السوشي ده ايه عشان عمري انا مش عارف يعني I don't know هنا جملة ما لها علاقة بالازمينة خاص ده معنى I don't know انا مش عارف تمام I don't know 47 he has been working for this firm يعني هو شغال في الشركة دي since he منذ ان جملة في الماضي البسيط عطول عشان بعد since graduate منذ ان تخرج تمام يبقى عمد تخرج تمت وانتهت عشان كده قلناها ماضي بسيط القم تابعين it's been a long time since I بارضو نفس الفكرة met جملة في الماضي البسيط نقد كان وقتا طويلا ممكن اقولها it's a long time او it's been طب هنا اختصار لإز ولا هاز هتقول لإز هقول لك غلط لا اختصار لهاز it has been تمام يعني ازاي يعني ازاي ابني مجهول يعني هنا it هكذا ما ابني مجهول مضرع بسيط لا انا عايز نقد كانت مش تكون يعني تتكون يعني اصلا الـ verb to be لا يبنى تقريبا المجهول على حد معلومات يعني يبقى هنا الابوستوف اختصار لهاز يعني ممكن اشير خالص بين فتبقى it's a long time نقولنا التعبير it's ومدة او it has been ومدة since جملة في الماضي البسيط 49 life not over the years بيقول لك عبر او على مر السنة وتقولنا من ضمن الكلمات الده على المضرع التام يبقى life has changed طب هتقول لي طب ما هو المضرع التام يا مستر لا ما هو life تعامل معاملة المفرد فتاخد هاز اخر حاجة my father space his car for 10 years now for 10 years now واضح ان دي مضرع التام بالسلوسيا فتبقى ايه has had لوجود for والمعنى كمان تمام وبكده نكون خلصنا ايه المراجعة لقواعد الوحدة التانية اشوفكم على خير ان شاء الله في كلمات الوحدة التالتة